خلينا بقى ننتقل إلى الاتحاد المصري النهاردة اليوم الثاني لانتخابات اتحاد كرة القدم لم يتقدم أحد أيضا لليوم الثاني على التوالي من فتح باب الترشح لم تشهد القوائم أو عدم تقدم أي من القوائم الانتخابية المقرر أنها يتتقدم خلال قبل يوم الاثنين القادم لأنه زي ما حضراتكم عارفين يوم 5 يناير هو موعد انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم حتى 2020 اليوم الأول لم يتقدم أحد ثم اليوم الثاني أيضا لم يتقدم أحد لانتخابات اتحاد كرة القدم ما نشوف إيه اللي حيحصل فيه الأيام القادمة خدوا بالحضراتكم يعني للناس اللي مش عارفة الانتخابات في اتحاد كرة القدم هي قوائم مغلقة يعني إيه قوائم مغلقة يعني الرئيس فلان الفلاني ومعاه نائب ومعاه ستة أعضاء ثم عضو مرأة وثلاثة احتياطية منهم مرأة دي قايمة مقفولة بيتحط مثلا قايمة الإسلامي مثلا إسلام الشاعة تبقى هي قايمة إسلامية اللي حتكسب أو هي اللي حتخسر محدش عارف هي قايمة مغلقة ونشوف كم قايمة هتخشت حتى الآن في كلام